اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علينا وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع قلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم آمنا بك فاستجب دعاءنا يا مجيب دعوة المضطرين اشتركوا في القناة هو من أشار على محمد علي باشا والي مصر بفكرة البعثات العلمية إلى الخارج وبالتحديد إلى فرنسا كان رائدا في التجديد وكان الشيخ السادس عشر للأزهر الشريف كان برعا في علوم الطب وفي الفلك وفي الرياضيات وبالقطع إلى جانب العلوم الشرعية فكان حجة وفقية ومجدد في عصر هو الشيخ حسن العطار في مصر أرض المجددين تمثل محور مشروع التجديد عند حسن العطار في الاهتمام بالمدارس الفنية وفي حث الوالي محمد علي باشا على البئثات العلمية وفي الانفتاح على العالم وكان مدركا للواقع وللمآلات فنراه قد جوز التشريح وكان عالما موسوعيا بمعنى الكلمة رحم الله شيخ الإسلام حسن العطار فضيلات العلم الجليل الأستاذ الدكتورة علي جمع أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك أهلا بكم مولانا الشيخ حسن العطار واحد من العلماء الكبار والمؤسسين للأمور الكثيرة سواء في الأظهر أو في الحياة أو في الصحافة بداية ما هو ملامح مشروع التجديد للشيخ حسن العطار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه حسن العطار من النقاط الفارقة في القرد التاسع عشر حسن العطار رحمه الله تعالى ولد لرجل مغربي وكان يعيش في القاهرة وكان يبيع العطارة واشتغل الشيخ حسن بالعطارة في طفولته مع أبيه لكنه حفظ القرآن وكان أبوه يلحظ فيه أنه محب للعلم فاصطحبه معه إلى الأزهر وحضر على المشايخ الكبر هو مولود 1766 1766 يعني على بداية القرن كان عنده 34 سنة مات سنة 1835 يبقى في حدود السبعين سنة أو التسعة وستين سنة بالميلادي وسبعين سنة بالهجري في هذه الرحلة مشروعه التجديدي كان الانفتاح للآخر يعني الانفتاح للآخر الانفتاح للآخر الوان العرين للمشروع آه هو المشروع كان الانفتاح للآخر يجب علينا أن ندرك الواقع يجب علينا أن نستمع إلى العالمين إلى الشرق إلى الغرب إلى كده ولذلك لم يقتصر على دراسة العلوم الشرعية التي تدرس في الأزهر كان عددها 12 علم أساسي العقيدة الفقه الأصول اللغة العربية نحو الصرف البلاغة المنطق الحديث التفسير وهكذا يعني علوم تدرس بطريقة السيرة النبوية اللي بطريقة مهمة كان يقول لهم لا لابد من العلوم المساعدة ولابد من العلوم التي تجعل الإنسان أكثر دراية بالواقع لابد من دراسة التاريخ لابد من دراسة الجغرافيا لابد من دراسة الرياضيات العليا والحساب وكذا لابد من دراسة الفلك لأجل رؤية الهلال ولأجل موقع الصلاة ولأجل يعني معاني كثيرة في هذا سميت بعد ذلك بعلم الهيئة ودرست فعلا في الأظهر لابد من قراءة الكيميا وما يحدث فيها لابد من قراءة الطب حتى إنه ألف كتابا ينتقد فيه تذكارة داود واهتم بهذا الجانب جدا وحتى لما يعني فتحوا مدرسة الطب في أبي زعبل اهتم بها وعين فيها ناس من تلمزته الشيخ إمام والشيخ إبراهيم وكذا لمراجعة الكتب العربية الطبية مراجعتها من ناحية اللغة فكانت اللغة الكتب تخرج من طب أبي زعبل محققة محررة ما فياش ولا غلطة وكانت تطبع في المطابع الأمريقية كل هذا بأس الشيخ حسن العطار فالمشروع التجديدي بتاعه كان بيتمثل فيه نمرة واحد المدارس الفنية أول من فكر في المدارس الفنية كان حسن العطار لما استمع له محمد علي باشا عرف إنه مختلف ده شخص مختلف هو كان أيام الحملة الفرنسية الحملة الفرنسية جات لنا هنا 98 ومشت واحد فهو هرب من طغيان نابليون اللي كان بيقتل خمس علماء كما أقول في مذكراتي كل يوم هرب إلى الصعيد ولكنه رجع بعد ما نابليون ميشي بعد ما نابليون ميشي كليبر جهه وتقتل ومينه جهه أسلم وتجاوز زبيدة بنت البكري يعني كانت الأمور بتخف وما فيش صدام اللي كان موجود أيام نابليون رجع وجلس مع علماء الحملة الفرنسية واستفاد منهم وأفادهم وكانت له جلسات طويلة ما هو عنده دلوقتي 35 سنة وهذا الذي جعله يرسل رفاع الطهطاوي مع البعثات العلمية وينصح محمد بهذا حتى يقصد له كل ما في فرنسا من الجانب الاجتماعي من الجانب الاقتصادي من الجانب العلمي لأنه كان يبحث عن سر قوة الفرنسيين والمفتاح الذي يعني امتلكوه أو عرفوه في نفس الوقت هو له نحو ثلاثين كتاب في التراث الإسلام يعني درسه درسا عميقا لكن عينه على العصر وعينه على النجاح والقوة وعينه على المدارس الفنية على إصلاح التعليم على المنهجية والعلوم المساعدة وكل هذا كان مؤهلا له عند محمد علي أن يعينه شيخا للأصر فكان أول يعني أول شخص ليست له أصول مصرية بل هو من المغرب يتولى الأظهر الشريف بعد كده تولى الأظهر الشيخ الخضر حسين من توليس لكن كان أول واحد غير مصر يتولى مشيخة الأظهر كان هو الشيخ حسن العطار طيب ولنا هل فعلا هو يعتبر أول من حول الأظهر من جامع إلى جامع بالمفهوم المدني الحديث أو أشبه ما يكون في ظل المشيخية يعني المشيخية غير المنضبطة المشيخية المنضبطة لكن الذي حول من المشيخية إلى الأكاديمية محمد المهدي العباسي مصبوك محمد المهدي العباسي هو الذي استصدر القوانين هو الذي رتب التراتيب الإدارية والمالية من أجل نقلة نوعية في الأظهر من المشيخية إلى الأكاديمية لكن الذي فعله الشيخ حسن العطار أنه دعا إلى هذا التنظيم رتب هيئ النفوس للقبول فما كان الشيخ محمد المهدي العباسي يستطيع أن يفعل ما فعل وهناك حركة مناوئة لهذا أو بطرى أن هذا فيه تضييع للعلم أو تضييع للأمانة فجيه حسن العطار وأقنعهم أنه لا هذا هو عين الأمانة وهذا هو عين التطوير فكان مهيئا للأجواء وهكذا دائما التغيرات تحتاج إلى زمن يعني التغيير يحتاج إلى زمن التأثير شيء والتغيير شيء آخر التأثير لا يحتاج إلى زمن لكن التغيير يحتاج إلى زمن فالشيخ العطار انطلق من المدارس الفنية انطلق من المناهج العلمية المساعدة وانطلق إلى الانفتاح على آراء الآخرين وانطلق إلى إدراك الواقع إدراكا مهما وانطلق إلى التراث استيعابا ودرسا وتدريسا طب أستاذا نحرك بعد الفاصل نشوف ليه بعد جلاء الحملة الفرنسية ليه كمان خرج الشيخ العطار من مصر وراح البانيا رغم هذا المشروع العلمي والنهضوي المهم أستاذا نحرك بعد الفاصل إن شاء الله أرجوكم إبقى معكم أوصاهم بزراعة وحفظ كتاب الله فحولوا بلدتهم لساحة خضراء تصر الناظرين فأصبحت الزراعة حرفتهم وغايتهم هي حفظ كتاب الله هذا هو حال أهل قرية الحجاجية القديمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية والتي هي مسقة رأس الإمام حسن العطار العالم المصري الأزهري الكبير الشيخ حسن العطار وص أحفاده وأولاده بحاجتين مهمين أوي دراسة علوم الأزهر وزراعة وأيضاً كان من ضمن وصايا الإمام الأكبر فضيلة الشيخ حسن العطار من يتعلم في الأزهر ويحفظ القرآن الكريم يميز بقطعة أرض نظراً لتفانيه في تحصيل العلم في الأزهر وحباً في التعليم في الأزهر أبناء القرية يفتخرون حتى الآن بكونهم أحفاد الإمام حسن العطار فبأحد المواقع المميزة داخل القرية تجد ضوار العطار والذي أقامه أحفاده باسمه حفاظاً على سيرة الإمام العطرة كما يوجد مسجد كبير يحمل اسم الإمام حسن العطار داخل مدينة فاقوس فالإمام هو مصدر عزة وإلهام وعنوان للعلم والعلماء لأهالي محافظة الشرقية وللمصر كلها الحافظ دكتور عايز أتوقف مع حضرتك عند يعني توضيح معلومة هل هو بعد الحملة الفرنسية مباشرة الشيخ حسن العطار سافر إلى ألبانيا ولا قعد في مصر شوية بعد كده لتقى محمد علي وحتى محمد علي يعني كان بيطلب منه بعض الاستشارات أو الطلبات فيما يطلق بالبعثات العلمية هناك في تاريخ المسلمين ما يسمى بالرحلة في طلب العلم والرحلة في طلب العلم ألف فيها الخطيب البغدادي هناك في القرن الخامس الهجري الرحلة في طلب العلم كانت جزء لا يتجزأ من التكوين العلمي فهو سافر هذه الرحلة سافر إلى ألبانيا سافر إلى تركيا و سافر إلى مكة و سافر إلى الشام يعني لف كثيرا في البلاد من أجل لقاء العلماء من أجل أن السفر فيه السبع فوائد اللي قالوا عليه اللي من ضمنها لقيا الماجد و يعني الأماجد الاستفادة من خبرتهم فالسفر الذي قام به حسن العطار كان جزء لا يتجزأ من مشروعه التجديدي لما جه رفاعة سافر في 26 تقريبا و عنده 25 سنة بأس حسن العطار حسن العطار هو النصح محمد علي بالبعثات العلمية لما رجع حسن العطار هو النصح محمد علي أن يكون رفاعة طهطاوي ضمن الثلاثة الذين يتولون الجانب الديني في البعثات حسن العطار اختار رفاعة لأنه كان عنده ملكة لتوصيل المعلومات إلى الشباب فلفت نظره لأنه هذا جزء من مشروعه التجديدي اللي هو فتح القلب على الآخرين والاستفادة وبناء الجسور فكل هذا كان بيد حسن العطار أحكي لك حكاية عنه برضو هتفيد في إدراك مشروعه العلمي وكيفية التعامل مع الأحداث في طب أبو زعبل كان فيه راجل طبيب وكان طبيب محمد علي ولكن كان أستاذا فيه الطب اسمه كلوت بيك اللي هو لغاية النهاردة فيه شارع اسمه كلوت بيك في العتبة كده واخد بالك اسمه كلوت بيك كلوت بيك ده مدرس أستاذ في الطب فبيدرس إيه بقى للطلبة درس تشريحا بيدرس مادة التشريح مادة التشريح مادة لازمة لكن بعض الناس يرى أن فيها إهانة لجثمان ميت وهذه الإهانة تمنع الطبيب من أنه يقوم بالتشريح وطبعا العلماء الراسخون يرون أنه ده من أجل المصلحة هذا ليس تمثيلا بالجثة هذا من أجل أن نتعلم كيف نتعامل معها كيف نحدد إذا ما كان هناك عدوان أو إذا ما كان هناك تقصير أو قصور كيف نتعامل معهم في ضبط الجريمة أو التهمة الخلق ومن هنا نشأ الطب الشرعي والطب الشرعي أصبح في العالم كله يعني طب متفرع ويقيني لدرجة أن حضرة القاضي أول ما يقرأ تقرير الطب الشرعي على طول يحكم بالحق يحكم بما هو فيه إنصاف وعدل أو أقرب إلى ذلك فكلوت بيك النهاردة يا أولاد التشريح وجب جثة عشان يشرح فبعض المتشددين اللي هما مغلقين أم عايز يغزوا بسكينة يغزوا كلوت بيك كلوت بيك الحادثة عجيبة غريبة يتعرض فيها كلوت بيك لعدوان أحد الطلب طلبة كلوت بيك أحطوا به ومسكوا بالولد ومسكوا إيده ومسكوا السكينة وكذا إلى خيره ومنعوه أنا لازم أقتل المجرم ده اللي بيشرح في جسس الناس سمع بيها الشيخ حسن العطار وهو شيخ الجامل راح راح واخد بعضه وراح لطبة أبي زعمل وبين لهم الفتوى الصحيحة من شيخ الإسلام وكانوا ساعتها بقى في هذا العصر يعني شيخ الإسلام ده يعني يعني مسموع الكلمة وعلى طول يقول لك إيه فأفتأ الشيخ الزياد دي بكذا فهدأت الفتنة كده بباشرة لأنه ما همش يعني يعني ده رجل مالوش فيها ناقة ولا جمل إنه هو يقول حلال على الحرام أو حرام على الحلال ده بيفتي لوجه الله فذهب الشيخ حسن العطار وقفتأ لهم في طب أبي زعمل مش أصدر فتوى وهو هنا شيخ وبعتها لهم درح لهم هناك درح لهم هناك والتقى بكلوت بيك والتقى بالأولاد اللي دفعوا عنه ومدحهم وطيب خاطرهم والتقى بالولد اللي المقبوض عليه في حدسة كلوت بيك علشان يقنعه إنه لأ يا ابني أنت غلطان وإنت اللي أنت عملته ده هو مخالف للشريعة وإنه التشريح ليس فيه شيء وفعل هذا فهدأت الفتنة الفتنة اللي كان بيرتب لها بعضهم إنهم يحدسوها ظنين أنها يعني تقربهم إلى الله بيّن لهم الشيخ بطريقة عملية بس بطريقة الحقيقة فيها رقي يعني يكونوا ينتقل من أجل الدفاع عن هذه المبادئ العليا ويفهمهم طبعاً ده بيدي لك فكرة عن مشروعه التجديدي الشيخ العطار كانت عنده مكتبة من الكتب المترجمة في شتى العلوم فكان موسوعياً وشهد له بالموسوعية كل من عرفه عشان كده كان هو بالتالي أول مؤسس لصحيفة في مصر والعالم العربي اللي هي الوقاع الرسمية الوقاع المصرية كانت هي الجريدة الرسمية وهو الذي أنشأها ولما رجع رفاعة ولاه رئاسة تحريق برك الله فيكم فهل الدكتور أهلاً وسهلاً شكراً جزيلاً لحظة رحباً شكراً موصول الله حظاتكم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة الإهمال في المال العام واستعمال المرافق العامة كأنها ليست ملكاً لك والحقيقة أنها ملك للمجموع وأنت فرض من هذا المجموع يجب عليك شرعاً أن تحافظ على المال العام وعلى المرفق العام كأنها من مالك الخاص يا رب سألتك القشوع في الصلاة فاللهم ألقي في قلب الخشوع وعلمني الخشوع واجعلني من الخاشعين وأدم علي هذا يا رب العالمين حتى ترضى عنا يا كريم ترجمة نانسي قنقر